اهلا من جديد صباح الخير والمغفرة والبركة والسعادة إن شاء الله يا ربي ربنا بيستجيب للجميع ويكون العالم أفضل وأجمل وأكثر سلاما على كل حال يعني عيد الأضحى معنى ذلك أضاحي معنى ذلك أنه فيه ناس كتير تقبل على الأضحية في هذا العيد أمانة عمان ومنذ فترة منذ العام 2009 عم بتنظم هاي المسألة لدرجة أنه إحنا أهل عمان أو القاتلين في عمان بطل يشوفوا أي مظهر من مظاهر يعني وجود مثلا الدبايح في الشوارع أو دم أو مشاكل صاروا يمروا من الشوارع نظيفة لأنه أمانة عمان عم تعمل أماكن مخصصة للأضاحي هذا الصباح معنا الأستاذ كساب الشخانب وهو مدير دائرة الأملاك في أمانة عمان حتى يحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع والتنظيم اللي عم تشتغل عليه أمانة عمان لترتيب هذه المسألة أهلا وسهلا فيك أستاذ شباعة الخير ستة وشباعة الخير للأخوة المشاهدين وكل عام وأنتم بخير تب خير وصحة وسلامة يعني تشكرون والله هذا جهد للتنظيم رائع وبلشنا إحنا نلمسه كل من يزور العاصم عمان عم بلمس هذا الموضوع كيف نظمتوا هذه المسألة؟ شو اللي بالزبط الإجراءات؟ وأنا يريت حدام يعني كل المحافظات عم تسمعنا المسؤولين رؤساء البلديات يسمعوا شو اللي عملتوا؟ بصراحة مثل ما تفضلتي قبل العام 2009 كانت العملية عشوائية في عمان ولم تكن منظمة على الإطلاق وبموجب توجيهات الإدارة العليا في ذلك الوقت تعاملنا مع الموضوع من خلال مسح ميداني لمدينة عمان بالكامل اللي حاصر مواقع البيع ضمن 12 موقع احنا للسنة شغالين عليها 12 موقع في عمان متنوعة في كافة مناطق عمان بنجهزها بالكامل من البنية التحتية طبعا بكل الخدمات والخدمات اللوجستية المطلوبة لتلك المواقع والكوادر كذلك المطلوبة لهاي المواقع سواء كانت كوادر البيئة أو كوادر الأطباء البيطريين اللي بيشرفوا على عملية الذبح وسلامة الأضحية والأمور من 2009 لغاية اليوم لاحظ المواطن العماني فرق كبير جدا في عملية التنظيم والحمد لله أمانة عمان بتنجح بكل سنة بعملية التنظيم وعملية إزالة المخلفات في تلك المواقع طيب حتى احنا بلجنا نساءل وين هم هدول الأماكن اللي يعني أكم نقطة تواجد للأشخاص اللي بدهم يضحوا للأضاحية أيضا والحلال زي ما بقول وين موجودين في العاصم عمان أكم نقطة انتوا احنا عنا للسنة 12 موقع 12 موقع ابتداء من موقع المقابلين اللي هو قابلينا هون على شارع الصخرة المشرفة موقع مرج الحمان في القرية الملكية طبعا في تعاون من جهات رسمية ومن أشخاص في إعطائنا قطع الأراضي باستغلالها اللي هاي المواقع بارك الله فيهم صح كذلك في عنا منطقة بسمان منطقة شفا بدران فيها موقع منطقة سويلح فيها موقع منطقة الماظونة مسلخ أمانة أمان يعمل بكامل قدرته الآن وتأمينا لأضحية سيدي صاحبة جلالة المكرم الملكية والأمور الحمد لله مسيطرة عليها بشكل فوق الممتاز الحمد لله يعني هي هذه الأماكن موجود فيها تخصصات أيضا مختلفة يعني أنا مثلا من المعلومات اللي حلوة ورائعة وموجودة أنه فيه مثلا أطباء بيطاريين كمان لا يفحصوا كتير من الأشياء اللي موجودة لإلعاقة بصحة الذبيحة وبصحة الأضحية احكي لنا عن هذا الدور اللي بتقدمون كمان بالصراحة هذا الدور سلامة الغذاء يعني بالضبط هذا الدور بنقوم فيه بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطاريين بأمنون بكوادر أطباء بيطاريين في كافة المواقع للتأكد من سلامة الأضاحي وسلامتها صحيين طبعا يشرفوا على كل أضحية تذبح في هذه المواقع وهذه العملية مجانية تقدم للأخوان المواطنين تبدوهم أحسن من هيك وفي حال وجود أي مخالفات صحية تضمن أمانة عمان الكبرى استرداد ثمن الأضحية للمواطن أو استبدالها بأضحية مطابقة للأضحية المذبوحة المتلفة طبعا الأضحية الغير مطابقة للشروط يتم إتلافها من قبل كوادر أمانة عمان مباشرة بالطرق المتبعة وصراحة أحب أن أوجه شكر لنقابة الأطباء البيطاريين لهذا التعاون الذي يقومون فيه من العام 2009 ممتاز كمان الحفاظ على البيئة حتى هذا المكان نفسه قطعة الأرض التي موجود فيها الأضاحي والذبح وكل هذه الأشياء هذا المكان حتى تحاولون أن يكون أيضا لا يؤثر على البيئة المحيطة التي فهمتم من قبل أنه كمان فيه أقنية للدماء المي التي سائلة تجمعوها بمكان معين هاي التفصيلة كيف تراعوها وكيف تحافظوا على نظافة المكان نفسه اللي موجود في الأضاحية صراحة نحن كوادرنا موجودة على مدار الساعة من ابتداء من أول أمس موجودة في هاي المواقع احنا بنسوي بنية تحتية كاملة للموقع بنسميها حفر الدم أو المذابح بنسميها هاي المذابح لا يمكن للأخوان القصابين واللحمين إلا الذبح عليها وبالتالي تجميع كافة المخلفات اللي ممكن تصدر من هاي الأضاحي ونقلها من خلال آليات أمانة عمان العامل الظبت أن هذا الفهمت أنه حتى تنقل حتى هاي السوائل كلياتها والمخلفات تنقل حتى لمكان مخصص تنقل للمكبات التابعة لأمانة عمان الكبرى واللي بنستفيد منها يعني لاحقا في عملية تحويلها للطاقة البديلة والله نعم صحيح هاي المخلفات طبعا طبعا هاي يتم طمرها واستخراج منها غاز الميثان هاي تجربة رائدة طبعا طبعا صحيح يا أستاذ كساب يعني شو المانع من أنه هذه التجربة وهذه التجربة الناجحة اللي بتحفظ سلامة البيئة وسلامة المواطنين إنها تنتقل لباقي محافظات المملكة يعني ليش ما عم بصير فيه صلة وصل بينكم بين المحافظات لحتى تنقلوا هذه التجربة الرائعة اللي راضين عنها القصابين راضين لحد الآن ما فيه شكاوي المواطنين راضين ومبسوطين الجميع يعني مرتاح ليش ما هاي التجربة تنقل لأماكن أخرى من خلالكم من خلال أمان تعمان نحن بأمان تعمان نتشرف بالتعاون مع كافة البلديات في محافظات المملكة وعلى استعداد تام لتقديم أي خدمات ومشورات فيما يتعلق بهذا المشروع بصراحة يعني الموضوع غير منظم في مثل ما تفضلت غير منظم في باقي البلديات للأسف الشديد هو لعدم التزام الأخوة بائعين هاي الأضاحي بمواقع معينة يعني لو لو صار فيه شغل بالعكس هي فائدة للمواطن وللحامين كذلك أنت بتغلقي حالة من التنافس المحترم بين هذو الناس الأمر اللي بيعود بالفائدة على أخوانا المواطنين بعمليات الشراء وخفاض الأسعار للأضاحي بالضبط المواطنين ما مدردهم كيف تلمس هل في شكاوى معينة العلاقة مثلا بالإزدحام في المكان كيف ترتبوا الأولويات بحيث أن كل واحد يخلص شغله على بكير ويروح بصراحة فيما يتعلق بالإزدحام خلينا نحكي عن الإزدحام المروري نحن نختار مواقعنا بناء على دراسة مرورية للشوارع المقام عليها هذه المواقع الأضاحي وما نتجه إلا للمواقع المفتوحة مروريا والسهل السيطرة عليها مساحات واسعة وما فيها أزمة سير طبعا وكذلك أنا أحب من خلال برنامجك ستي أوجه الشكر الجزيل لمديرية الأمن العام لتعاونها الدائم مع أمانة عمان وهي شركة استراتيجية لأمانة عمان كوادر إدارة السير المركزية متواجدة على مدار الساعة في هذه المواقع كذلك كوادر الشرطة البيئية موجودة على مدار الساعة وتعاون مستمر بيننا وبينهم فيما يتعلق بالشكاوي من الأخوان المواطنين كوادرنا في المواقع مؤمنين بزي موحد كامل متكامل وبموقع ثابت حتى أخونا المواطن يراجع أي مسؤول في هذه الموقع أو مشرفين المواقع لعرض مشكلته ومحاولة حلها من خلال الكوادر أمانة عمانة إذن لحد حتى إذا في مشاكل لا سمح الله بأماكن الأضاحي بإمكانهم المواطنين يتواصلوا مع الموظفين الموجودين هناك ينقلوا لكم أي ملاحظة قد تزعجهم لا سمح الله من الوضع كله بأكمله نعم صحي نحن نشكرك جزيلة شكر أستاذ كسابي شخانبي كل عام وإنت بألف خير جهدكم مشكورة وإن شاء الله يا ربي كل حدا بضحي أضحي يا ربنا يبارك له فيها يا رب إذا بتسمحي لستة من خلال برنامجكم أرفع إلى مقام سيد صاحب الجلال وسموه الأمير الحسين ولي العهد أسمى آيات تهنئ والتبريك مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعادوا الله على الأردنيين جميعا والأمتين العربية والإسلامية بالخير